مسأسل حارة الأوبا الجزء الثاني والنهاردة هنلخص الحلقة الأربعة والتلاتين والقابل الأخيرة واللي بتبدأ بطبانجا طبانجا كان مستني أم العز على رأس الحالة زي ما اتفق معها بتخرج له علشان تتكلم معاه هو بيبقى فرحان جداً إنه هو شايفها وكمان بيقول لها إنه هو نفسه يتجاوزها وعايز يتكلم مع أخوها أنور ويطلبها للجوائز لكن بتقول له سيبك من الكلام ده دلوقتي الأول أنا عايزة منك طلب قال لها طلبي اللي أنت عايزة كله رضيت وقالت أمه كامل عايزة تجاوز بنتها هايام لا أبو العز أنا عايزة اكتفاشكي للجوازة دي طبعاً جا سجد بترده بتقول له ها هتعمل كده ولا شوف حد تاني غيرك قال لها لأ طبعاً أنا هعمل اللي أنت عايزة أبو الأحلام قاعد في المحل بتاعه ومعاه أبو شوال وبيتفقوا خلاص على كتب الكتاب يوم الخميس الجاي وإنه هيبدأ أن هو يدور على بيت وطبعاً أبو الأحلام بيقول له ممكن شتوقع أبداً أن احنا نبقى نسائب بينما أبو سطيف بيتكلب مع سعيد في موضوع شغل أنه هو هيشتغل بس هيسيب الشام وأن الشغل ده هيطلع منه فلوس حلوة جداً لكن طبعاً بيبقى خايف يسيب أبو العز بعد العشرة دي كلها قال له عادي أنت حتقبض من هناك أكتر من اللي بتقبضه كمان عند أبو العز قال له طيب وأمي وأبويا رد وقال له أنا ما عرفش بقى اتصرف أنت أهم حاجة تفكر علشان الشغل ما روحش منك بينما غازي بيتكلم مع حاتم حاتم بيقول له أنا أصف بك مش عايز يبيع الضيعة وكمان عارض لو باعها يبقى بمرة ونص أكتر لما اشتراها من فارس وطبعاً أنا مش قادر أعمله حاجة ده اللي بيخلي غازي يتنرفس جداً وبيقول لحاتم أنا جبتك علشان خطر يساعدني قال له أنا مش حاتم بتاع زمان قال له أنا مش قادر أنس أصلاً أن أنت الفلاحة اللي ضحك على أختي زمان بيقول له سيبني دلوقتي أمشي عشان ما يحصلش مشاكل لكن غازي بيقول لقعد أنا عايز أتكلم معك بالنسبة للموضوع الحنطة والشجار اللي عندي أنا عايز أصرفهم وكمان هم فيهم سوس رده وقال له تمام أنا حساعدك لكن مش هديك مصاري خد بالك وكمان حبقى عايز خمسين دهبة قال له يعني هتعرف تصرفها قال له طبعاً أنا عرف ناس بس اتطمت مش أبو العز أهم حاجة تحضر لي خمسين دهبة وكمان نتقابل علشان نسلم ونستلم بالنسبة لأم كامل وقفة مع بنتها وحد بيخبط على الباب بتفكر إن ده أبو العز بتبقى فرحانة جداً وبتقول لبنتها روحي البسي كده علشان خاطر أبو العز على الباب لكن لما بتقول مين بيطلع طبنجة بيقول لها افتح الباب قالت له مفيش حد هنا امشي لكن بيقول لها افتح الباب أحسن ما روح لابو العز ويقول له هناك كلمتين كده في ودنه يعني بيهددها يعني إنه عارف كل حاجة عنهم فبتضطر إن هي تفتح له أما بالنسبة لغازي بيتخانق مع سميرة علشان الإراض بسيط وبيقول له لازم يشوف شغله وكمان بيقول له إن تركي شافهم نايمين في القهوة بيردوا بيقول له أيوة احنا فعلا كنا نايمين بس نايمين مش لقين مكان سلمنا البيت بتاع بيت النقاشات لأبو العز لو عايزنا نمشي من هنا ممكن نمشي يعني نستقر لنا بيت تاني قال له تمشي ما تمشيش أهم حاجة عندي الإراض أنا محتاج فلوس القهوة دي لو ما جابتش تمنها أنا أباحها أحسن من لايه بعد كده ساعد بيتكلم مع أبو العز بخصوص الشعل اللي جاي له مع بصطيف بيشجعه بيقول له طالما مصلحتك هناك يبقى روح وبيديله الدهبات وطبعا ساعد بيكون صعبان عليه أن هو يسيب أبو العز بينما طبنجة بيروح وبيتكلم مع هايان وكمان أمها وبيقول أن هو عارف كل حاجة في البداية رح لهم البيت علشان خطر يشوفهم لكن ما لقهمش ولما سأل عليهم قالوا أن هم خرجوا مع واحد واصفاته يعني شبه أبو العز فعارف طبعا أكيد أن أبو العز اللي جابهم علشان كده جاء على طول علشان يشوفهم وكمان بيقول لهم أنا ليه فلوس في كل حاجة يعني أنا المفروض دلوقتي يبقى لي فلوس من الجوازة دي لأنك هتطلع منها طبعا فلوس كتير وبيطلب منهم كامل فلوس وإلا حيفضح الدنيا قدام أبو العز من لايه بعد كده فاطمة بتتكلم مع سهيلة سهيلة بتقول لها يعني روحتي لأمك وأختك ومجلتيش ولا حكيتي حاجة قارت لها هحكيلك دلوقتي بتقول لها أن كلامك طلع صح يا خالتي فعلا طبانجا كان عنده أمي وهي بتقابله وبتعايت وبتقول لها بس أنا أمي مش كده بتخضها في حضنه وبتهديها بتقول لها على فكرة طبانجا طلب إن هو يتجوز أمي ومش كده وبس ردت وقالت فيه تاني فيه مصايب تاني قالت لها أيوة أبويا عايز تجوز أخت أبو الريح بدت صدن طبعا سهيلة لايه بعد كده أمه كامل بتروح لأبو العز بتتكلم معاه عن مفتشر كده بتجيبها له على بلاطة وبتقول له أن هي معجبة بي جدا وأنها شافت في الحنية اللي ما شافتهاش في حياتها لأنها كانت يتيمة وكمان ووزها معاش معا كتير وأخوها ما كانش كويس معاها ولا قدر أن هو يحسسها بالحنان والأمان علشان كده هي بتفكر فيه دايما وهو مش واخد باله نهائيا وقالت بقى تجيبها له على بلاطة وأن الموضوع لعيب ولا حرام وكمان الجواز لعيب ولا حرام طبعا بيتصدم أبو العز من الكلام ده خاصة أمه كامل لما قالت له أن أنت قتلت ابننا وأن احنا لنا عنده كتير طبعا بيسكت وبيقول له هنعرف كل ده من لهي بعد كده عمار في القهوة مع أخواته بيقول لأخو سمير احنا لازم نستأجر بيت طالما ممكن غازي يبيع القهوة هنروح فين قال له احنا أصلا مش هنلاقي فلوس علشان نأجر بيها بيت لو مشينا من هنا يبقى مش هيبقى معانا أصلا مصاري لكن بيرده بيقول له أيوة بس أنا محتاج أن احنا نأجر بيت ضروري قال له انت مستعجل ليه إذا كان أنا لم تجوز ومراتي عند أهلها مش مستعجل كده في حاجة قال له لا بس أنا عايز أتجوز عادر مرة واحدة بصره وقال له تتجوز تجوز مين قال له ما لكش دعوة انت يا عادر اطلع منها بيرده سامير وبيقول له وقت دلوقتي انت عايز تتجوز ليه أصلا وكمان لسه لما تعدي سنوية أبوك قال له أيوة أنا عايز أتجوز والعروسة موجودة قال له أنا حخالي جميلة تدور لك على العروسة قال له لأ أنا عايز أتجوز فاطمة بيقوم عادر وبيتخانق معاه وبيحاول أخوهم سامير ان هو يصلح بينهم ويهدي الموضوع شوية وقال لكل واحد فيهم يروحوا يلا ناموا بينام أبو العز قاعد بيتكلم مع أبو شوية وبيقول له انت كنت فين كل ده قاله ان هو بيدور على بيت عرشان يستأجره بيقول له أنا كنت عشتري لك بيت قال له لأ ما ينفعش أنا كده كده هقجر بيت أبو العز بيقول له أنا نود ودي كنت أديك بيت النقاشات لكن للأسف خلاص بقى فيه ناس قال له مين أمه كامل وبنتها برضو قال له أيوة قال له انت مصر برضو تساعدهم قال أيوة ناس ما عندهمش حد يعني وأنا برضو قتلت ابنهم ردوا وقال طب ما هم قتلوا ابنك اللي عنده عشر سنين ايه يعني الدين اللي في رقابتك يعني بيردوا بيقول له برضو ما منهمش زم بدول اتنين حريم بلو عندهمش راجل قال له انت بتفكر تتجوزها ولا ايه قال له بيني وبينك أيوة قال له طيب انت كده هتخرب بيتك قال له عادي أنا اجرحت اجرحت من زهرة لما رفضتني قال له انت بتعمل كل ده علشان تهنت في زهرة قال له لا طبعا مش حكاية عنده بس أنا عايزة تجوز قال له أيوة بس اعتقد يعني أم فارس مش مؤسرة معاك قال له لا مش مؤسرة وزمان كنت دايما لما بتخنق بروح لها عالضايعة وفعلا كان بتفرفشني لكن بجد دلوقتي بقت صعبة كل ما اتكلم معاها ولا اقول لها اهلا بتدخل علي بالمشاكل وخلاص ما بقتش بستحمل اصلا انا عايزة اتجوز وعيش حياتي وبيصر على الجواز بينما غازي بيروح لطبانجة وبيقول له ليه ما عمدتش الاتفاق اللي بنا قال له اتفاق ايه قال له انك تسرق الفلوس من ابو العز الالف عصمان ليه رده وقال له ايوة بس انت موطليش مكانهم فيه وكمان انا خلاص مش هعمل كده انا واحد دلوقتي بقيت دركي وبيت بشتغل في الدركي ازاي يعني عايزني انط واسرة قال له ايوة بس احنا اتفاقنا من الاول وكمان انت جاه دلوقتي تستشرف علي قال له مش بستشرف عليك ولا حاجة بي لجن غازي بيهدده طبعا جمسك ايد غازي ونزلها وقال له زمان كنت بيك لكن دلوقتي خلاص دلوقتي ما تقدرش تعمل حاجة ابو العز بيمشي بالحارة بالطول وبالعرض لجن انت خلاص ما عدتش تقدر تعمل اي حاجة اصلا من لايه بعد كده ابو شوال قاعد ويتكلم مع ابو العز وحاتم حاتم طلع مع ابو العز متفقين مع بعض علشان يوقعه غازي حاتم اتفق مع غازي ان هو ياخد فلوس مقابل ان هو ياخد منه البضاعة دي وكل ده باتفاق وتخطيط من ابو العز علشان يفلسه غازي تماما لانه حيضطر يبيع القهوة وكمان البيت بتاع الوادي علشان يقدر يجيب الدهبات اللي محتاجهم حاتم علشان يكمل الصفقة دي ويخلص من الحنطة والشعير اللي مسويسين عنده وطبعا كل ده كان باتفاق من حاتم وابو العز علشان يخله غازي يفلس نهائيا وباتفقه كمان على موعد التزديد وبنرجع بعد كده لقي غازي بيتكلم مع تركي وبيقوله ان هو ما يقدرش يعمل اي حاجة غير ان هو يبقى بيك هيبيع القهوة وكمان بيت الوادي علشان يقدر يسدد لحاتم من فلوسه اللي هو عايزها ويخلص من الحنطة والشعير اللي عنده تركي بيقوله ان حاتم مش مضمون وبلاش ندخل معاه في الصفقة دي بيه وممكن ان انت تشتري بالفلوس اللي معاك دي محلات لكن بيقوله انا مقدرش ادير محلات انا اتربيت اني اكون بيه وبس وده اللي هعمله وحنفزه وحبيع القهوة والبيت بينما سهيلة مستنية جزهة أبو العز بيقولها انتي قاعدة مستنية ايه بتقول انا عايزة تتكلم معه في موضوع وانها عارفت جوازه وانه هو عايز تجوز من هيام اخت ابو الريح وبتقوله في البداية شوف المصايب اللي عندنا وكل واحد في البيت عنده جروح قد كده وبعد كده يبقى افكر في نفسك وبفكر في الجواز لكن بيردوا بيقولها انا كمان مجروح ولا انت شايفة بس انكم كلكم مجروحين وانا لا انا جرحت في بنتي فاطمة اللي كل يوم والتاني فيها مشاكل وكمان ابني رطوان وكمان زهرة اللي طلعت في الشارع وفضحتني قدام كل الناس انا فيها مشاكل اكتر منكم كلكم ومن حقي اشوف نفسي وعايش حياتي قالتوا انا مش مؤسرة معك في حاجة بس واضح جدا ان انت عايز تشوف نفسك وعايز تتجوز فعلا وبتسيبه وبتمشي والله بعد كده بتروح الداية ام احمد لقابو راتب علشان تشتري منه لاحمد وبتقوله ان هي اللي ولدت بناته كلهم بيطالعها اللحمة وبتقوله ان باهيجة ممكن تكون حامل في ولد بيفرح جدا وبيقولها طب طمينيني على مراتي سعاد بترد وتقول سعاد اصلا مش حامل ولا حاجة وبتقوله كمان دي لسنة طويل وربنا يعينك على سنها قالها ازاي يحامل المفروض وهتجيب توم لكن بترد وتقوله مش حامل ولا حاجة انا متأكدا طبعا بيجين يجنونه وبيروح بسرعة على البيت وهناك كان السعاد قاعدة مع باهيجة ان هما يجوا يساعدوها وبيروح بعد كده ابو راتب على البيت وبيهيواجه مراته سعاد وبيقولها انت فعلا حامل في توم بتتصدم وبتبص لنفسها وبتخلص الحلقة على كده وده كم ملخص لاحداث الحلقة ال34 والقبل الاخيرة من مسلسل هارة الابة الجزء التاني يارب الملخص يقول عجبكم اشوفكم على خير باي باي